موسيقى موسيقى السلام مرحبا بكم معي في فيديو جديد معكم نورا من نورا's channel اليوم ان شاء الله سنشارك معكم الغريبة البهلام موسيقى 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 او لا كوكاو بوحده او لا اللوز بوحده فاللي عندك ديريه قرقاء حمارتون في الفران اللوز طحنته بقشوره والكوكاو طحنته زنجلان صحته شوية في المقلع كيفما كتشوفوا الطحنرها تكون غير طحنة ماشي منيلا يعني غير كيبقى طرافي باش مني كتتعضيل بهلا ديالك كتتحسي بهذه الطرفة كيجي وزويني لدي واحد الكاس السكر ثاني وكاس السكر غلاسي سوف نأخذ 1-125 جرام الزبدة لدوب توحيد منها الحليب وجوش كيسان زيت النباتية 400 مليلتر و 21 جرام من الخميرة الكيماوية لدينا راس معلقة صغيرة الملح معلقة كبيرة مع مراش الخميرة حبيبات لدينا معلقة صغيرة ديال القرفة وعدنا معلقة صغيرة مع مراش ديال الكاكاو اول حاجة غادي نبدأ بها هي النواشف غادي نغرب الدقيق ديالي وغادي نزيد عليه النواشف كاملين اللي هما اللوز والكاكاو والزنجلان كيف ما قلت لكم هاد شي كيبقى اختياري وحتى الكمية اختياري ديروا نفس العبار ديروا كاس ديروا نص كاس ديروا زلافة غادي نضيفوا السكر فاني للدور دياله وانه كيجميع لنا البهلة وكاتجي مقرمشة غادي نزيد هادي القبيصة ديال الملح غادي نزيدوا القرفة اللي كاتتواتى مع البهلة ضروري شوية منها انا كاتجه جباني البودرة ديال الكاكاو 吼 الدور ديالها ها اللون بايش كاتج تغمقنى اللون ديال بهلة تقدرو تعودوها بالقاهوه سرعةددد다면 entend يستغنوع عليها百 Mayor كييزيدوا ه денег سوف نضيف السكر الخاشن و السكر غلاسي السكر الخاشن يمكن لكم ديروغي بوحده والفرق بيناتهم ان السكر ساني ده يعطيها كيزيد يعطيك هذيك القرمشة يعني مني كتاكلي هارا ما كيتغزز موالو يعني يعطيك هذك كتحسب هذك الكوكون اكتر و بالنسبة للسكر غلاسي فهو تعطيك هذك التعليكة و هذك المضاق ديال البهلة اللي كيتلصق في الفم هذك هو الدور دياله صراحة انا قدرتهم بجوج باش يكون عندي واحد لكيليب كاد نخلطو هذك نواشي فبوح ديهم و غدي نزيدو عليهم هذك 125 جرام ديال الزبدة اللي دوبناها كيف ما قلت لكم وحيت منها الحليب غدي نحاول انني نمعكها وندخلها مزيان غدي نضيفه الخميرة على الكيموية قياس 21 جرام اللي هو تقريبا واحد جوج ونص خنيشات ديال الزبدة و نبدأ نزيد الزيت انا كيف ما قلت لكم في اللون عندي جوج ديال الكيسان ديال العنبة قياس 400 ميليليلتر ديال الزيت النباتية غدي نزيدها بشوية بشوية كنضيف الكاس الاول و كندخله مزيان مزيان و كندخله او تاني الكاس تاني كندير النص و كنبقا غادا بهذه الطريقة هذي حتى كنكمل مني كنسالي كنشوف إلا كندقيق شرب كتشوفوا باش عتعرفوها غدي تشتو الخالط يعني العجينة و غدي تكركبوها في ديالكم في الراحة ديال اللي يدين و شوفوا إلا هي تجمعت لكم مزيان إلا هي متجمعتش لكم فكتفرتت خاسكم بزيد وزيد فانا هنا يا معكتها مزيان 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 ولكن مني نجمعتها لقيت بانها باقي كتفرتت انا هنا غدي نوريكم غدي نجمعها في الدية و غدي نلقى بانها ما زالة كتفرتت فخصها وحد شوية ديال السيت في 4 كاس سو هنا في هاد كيلو ديال الطقي قدرت جوش كيسان ديال السيت غدي نزيد هاد كربع كاس و غدي نخلطها مزيان 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 و غدي تشوفوا بانها جمعات دليا غريبة البهلارة هاكا تبغي دليك فإلا كانت عندكم العجانة من الاحسن انكم تستعملوها او لا تستعملوا الحكاكة الغليضة الحكاكة الغليضة غدي تشتوها كده بيديكم العجينة و غدي تبدو كتحكوها في الحكاكة الغليضة تتكملو الكمية كاملة وتخليوها تسترح وتبدو تشكلوها هنا كيفما غدي تشوفوا غدي نجمع العجين ديالي و غدي تشوفوا بانها تجمعات دليا فغير كتجمع صافي حبسو حبسو ليدا إلا ما تجمعت شليكم بهذا الشكل هذا فزيدوا الزيت لأنها رهما غديش تشقق لكم في الفران إلا كانت هكذا كتفرتت ضروري أنها تجمع لكم ما بين ترفضي اللي يدين سافي أني هنا غدي نخليها ترتاح واحد عشرين دقيقة و غدي نمشي باش غدي نسخن الفران ديالي على درجة خمسمية وخمسين فرانهايت هي تقريبا مئتين وثمانين سيلسيس أي درجة عندك هي أعلى درجة في الفران فهي اللي غدي تديري سواء خمسمية سواء خمسمية وخمسين سواء أربعمية وخمسين المهم أنها خاصها تكون الفران يكون حامي و غدي نخليه من مورا ما يسخن واحد لعشرين دقيقة هني هاديك لو قيسة اللي كتك ترتاح فيها العجينة هاديك هي لو قيسة اللي غدي يكون فران كي يسخن داروري الفران يكون سخن لكشي لاش البهلة ديما كانو كي يدوها للفران ديالي تصنقها لأنه سخن و كي تصدقها سافي مني كترتاح العجينة غدي نبدا نشكلها اولا نكوروها في الراحة ديالي اللي ديالنا و كنضغطو عليها واحد شوية و كنبدو نحطوها في المول اللي غدي دخل الفران انا هنا عندي هذا اللي خاص بالبهلة ولكن اراه ماشي ضروري هو فعلا انه كي ساعدها على تشقاق و احسن الى كان عندك الى ما كانش عندك فاكتافي باللاطة العادية ديال الفران ديال غير بابي تحسم منها ولا رشيها دهنها بشوية زيت و رشيها بطقيق و اه دخليها فغدي تحسلي على نفس النتيجة اهنا مني كملت تشكيل ديال الغريبة ديالي غدي ندخل هالفران باش طيب كيما قوت لكم الفران راه حامي سخون باش نو غدي نديرو غدي نمشيو باش انا ننهبطو الدرجة ديال الفران من خمسمية وخمسين فارنهايت اللي هي ميتين وثمانين سلسوس لتلتمية وخمسين فارنهايت اللي هي ميتة وثمانين درجة سلسوس يعني غدي نخفضو لدرجة ديال الحرارة ديالو وغدي نشعلو عليه من الفوق غدي نشعلو من الفوق يعني غدي نشعلو شوية من الفوق وبطبيعة الحال غدي نبعدو البهلاء على الشوية ما تلصقوهاش ما يعني غدي تهبطوها التحت وتشعلو عليها العافية من الفوق وثنى واحدة تشقق غير تبال لكم كتشقق او لا تشقق كتحق فيو شوية وكتشعلو حليها من التحت وكتبعدوها عو ثاني على التحت باش ما تختفش لكم وتتحرق لكم راها دغية كتوجد ودغية كتطيبة ما كتاخدش واحد الوقت بزاف وخطب اللي يكم زم ما ما تحمرات شو لهذا فهي كتكون طايبة وكتكون واجدة فهذا هو شكل نهائي ديالها راها كتجي مشقة وكتجي زوينة بزاف ومالاق ديالها حتى هو راها كيجي رائح تبدأ ان الفيديو ديال ليوما يكون اجبكم وانكم اتجربوها والى فيديو قادم ان شاء الله